موجه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام السيد العماد فهد جاسم لفريج نائب القائد العام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بجولة ميدانية تفقد خلالها قواتنا العاملة في حلب واستمع من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل عن طبيعة الأعمال القتالية والموقف المتشكل واطلع على درجة الاستعداد والجاهزية لتنفيذ المهام المسندة في مواجهة التنظيمات الإرهابية وأكد السيد العماد للمقاتلين تصميم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على استكمال عملية تأمين حلب وإلحاق الهزيمة بالإرهابيين وإفشال مخططاتهم مشددا على أن أبناء الوطن جميعا ينظرون اليوم بعين الثقة إلى قواتنا المسلحة الباسلة ويعقدون الأمل والرجاء على بطولات رجالنا البواسل وتضحياتهم التي ستعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن بدورهم أكد المقاتلون جاهزيتهم واستعدادهم لبذل كل ما يملكونه فداء لسوريا وشعبها وقائدها السيد الرئيس الفريق بشار الأسد حتى تحقيق النصر المؤذر على أعداء سوريا وإسقاط مشاريعهم التآمرية الاستعمارية بالرحب بالدم نبديك سوريا بالرحب بالدم نبديك سوريا ترجمة نانسي قنقر